مجلس الوزراء حذر من طقس سيء جدا 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 يبدأ من بكرة مانش عاوز بس حذر الناس من انهم ما يطلعوش يلبسوا ايه يمشوا فين ما يمشوش فين عاوزك تقول للمزارعين تأسمها لكده البيان اللي طالع عندك والمعلومات وانا هسكت هص للأسف الشديد هو متوقع حالة من عدم الاستقرار بدأت فعليا من مبارح في صورة منوشات من المطر في مناطق سحل الشمال وشمال الجمهورية ولكن ما زالت كان امطار خفيفة متقطعة ما هو متوقع بداية من غدا الخميس ان شاء الله ان يكون فيه كميات كبيرة من الامطار كبيرة من الامطار من الساعة كم كده حوالي هي بص هي تبدأ من مناطق السحل الشمال وخاصة سيوة والوحات على الفترة 11 ناصر الدور هتتوغن ناحية الداخل يعني هتبتدي تدرب مناطق الدلتة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى اسيوط في الفترة ما بعد الدهر معك بقى ما بعد الدهر كده طول اليوم حتى كمان الليل في صورة كميات وزخات كبيرة من الامطار وقد يكون فيه عواصف رعضية عشان الناس بعمل حسابها ومتوقع بسبب ان فيه مرتفع جوي ادى الى تبريد الحوض العلوي من من المنطقة لتكون حبات البرد وربنا يسطر ماكونش حبات البرد بالحجم الكبير لتعمل لي مشاكل في بلاستيك الانفاء تعافلني عروة الانفاء بتاعت الخدر مزرع عواد النوترون والنبارية والصالحية ومناطق كتير من الدلتة والمينيا غرب المينيا وغروب نسويف فيه كتير من فممكن تخرم الانفاء البلاستيك اه لا قدر الله لو حصل فبنسبة البيوت المحمية الصوب الصوب زي ما قلنا الصوب ما يهماش الامطار اوي بس يهمها اوي مواد سرعات الرياح لا البلاستيك الصوب اقوى بكتير من البلاستيك الانفاء فبالتالي ما فيش مشكلة من ناحية البرد وفي مشكلة من ناحية ان لو فيه هبات ناشطة من الرياح ودي مش متوقع انها توصل لاركام كبيرة 80 او 90 كيلو متر في الساعة ممكن ان 40-45 وده الصوب ممكن تتحمله ولكن برضو ده ما يمنعش ان الناس معاها فترة من الصوب حتى اخر بعد الظهر انها تشدد على الاربطة بتاعت الصوب وتشدد على وتزبط والاحزمة الاربطة والاحزمة الموجودة بالنسبة للصوب شد الحزام يا سيد وبالنسبة كمان ان الحاجة مهمة اوي ويا محمد ويا احمد واي حد عنده صوب شد الحزام كويس في نقطة مهمة بالنسبة لوحدات الطاقة الشمسية الموجودة في المغرى وموجودة في كتير من مناطق الزهير الصحراوي ان نخلي بالن منها ان برضو دي معرضة ان ممكن يحصل فيها مشاكل فياري رينتس الألواح وحطة الطاقة الشمسية اه عشان ما يحصلش مشاكل لها اللي مش مدعمها كويس اللي عامل شاسية تجاري تعبان اللي مش حاطة قائد خرصانية كويسة اللي شغال بالنسلم يشد بس يجمد على المصامير والبتاع لان دي الاسف ممكن يحصل لها مشاكل فالحالة كمان مرة متوقع ان الخميس بقى فيه حالة ممطرة قاد يتخلى لها بعض حبات البرد اللي هو حبات الثاني طريق مصر اسكندرية الصحراوي كل مناطق من اقصى شمال الدلتا حتى اسلط هذه المناطق معرضة فعليا لزخات قوية من الامطار هيستمر نفس الحالة اليوم الجمعة بس هتتوغل اكتر نحية شمال الصعيد ونحية مناطق شرق الدلتا ومدن القناة